متأبطاً ذراع أزمة مالية خانقة أطبق فيروس كورونا والإقفال العام الذي تطلبته مكافحته على أنفاس اللبنانيين الذين عجزوا عن تأمين حتى طعامهم صرخة الجوع والفقر وحدتهم في ساحات طرابلس وصيدة كسير وحرق طالتهم من خلاله ملامة التعرض للممتلكات لكن جوع أطفالهم كان أقوى من فكر صاح أو مبادئ وأخلاقيات عامة مش مقبول نحبس الناس ببيوتة ونتركها جوعانة داود تمساح مثال على حال شريحة كبيرة من اللبنانيين بعد أزمة كورونا وانهيار العملة رجل هزت صورته مواقع التواصل أثناء التفتيش في حاوية القمامة عن شيء يبيعه ليقوت أطفاله صليش خمسة شهور أنا أعبى لشغل بسبب أزمة الكورونا؟ بسبب أزمة الكورونا أكيد وغلق الدولار بعدين يعني قبل أنا مثلاً قبل ما يعلم الدولار كانت يوميتي عشرين خمسة وعشرين ألف كنت طعميني والطعمي مرت هلأ العشرين خمسة وعشرين ألف أو الخمسة وعشرين ألف شو بيعملوا لي؟ انتشار صورة داود ساهم بتلقيه بعض التبرعات تبرعات قد تمكنه من لملمة شمل عائلته التي تفرقت أحياناً بين دار أيتام ومنزل ذوي زوجته لعدم قدرته على إعالتهم أما لبنان الذي دخل المرحلة الحمراء الأكثر خطراً لتفشي الفيروس فأعلن تمديد الإغلاق العام وحظر التجوال للثامن من فبراير خبر نزل كالصاعقة على أهله في ظل غياب تام لأي إعانات مالية قد تخفف أحمالهم إلا من بعض الجمعيات الخاصة في وقت بقيت معظم المحال التشارية مقفلة وإن فتحت أبوابها فأغراض عديدة مفقودة من رفوفها والأسعار شديدة الغلاء ترجمة نانسي قنقر